اشتركوا في القناة وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف آل سعود ولي العهد نايف رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وبدأ حفل التنشين بآيات من القرآن الكريم ثم ألقى الأمين العام للمركز الدكتور ناصر البقمي كلمة قال فيها إن إنشاء هذا المركز خطوة رائدة للوقوف أمام التطرف والأفكار الهدامة وأكد أن المركز يأتي كذلك استكمالا لجهود دول العالم وحربها على الإرهاب والفكر المتطرف وأشار إلى أن المركز يتبنى تقنية حديثة وملكية فكرية لبرمجيات عالمية ثم شهد الجميع فيلما لمراحل إنجاز المشروع بعد ذلك توجه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو إلى قسم القيادة والسيطرة حيث تفضل خادم الحرمين شريفين وفخامة رئيس ترامب بالضغط على زر التشغيل إذانا بتنشين المركز ثم استمع الجميع إلى إجازة عن مهام ومسؤوليات هذا القسم بعد ذلك تم التقاط صورة تذكارية وبهذه المناسبة أشاد جلالة الملك المفدى بهذه المبادرة والخطوة الإيجابية بإنشاء هذا المركز الذي يأتي لترسيق مفاهيم الاعتدال والتآلف والإخاء ومحاربة التطرف متمنيا جلالته لهذا المركز تحقيق أهدافه النبيلة لتعزيز قيم الاعتدال والثقافة والتسامح ونشر السلام وهنأ جلالته بهذه المناسبة المملكة العربية السعودية بإنشاء هذا المركز متمنيا للقائمين عليه التوفيق والسداد ترجمة نانسي قنقر أنا محمد أعمل قائدا لفريق التحليل للإعلام يقوم نظامنا بمراقبة مئة قناة تلفزيونية عالمية بلغات مختلفة وتحويلها إلى نص وتحليلها لتحديد المحتوى المتطرق يوم حافل من القرارات والاتفاقيات من عاصمة القرار العربي الرياض كان أبرز نتائجها الإعلان عن افتتاح المركز العالمي لمكافحة التطرف وإطلاق اسم اعتدال على المركز الذي ستنطلق أعماله من المملكة ويجسد افتتاح هذا المركز العالمي جهود دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الإرهاب حيث يهدف المركز الذي يعتمد على نظام حوكمة رفيع المستوى إلى منع انتشار الأفكار المتطرفة ومواجهة انتشارها في المجال الأيدولوجي بالاعتماد على سياسة تعزيز التسامح وترسيخ المبادئ الإسلامية المعتدلة في العالم وسيعمل في المركز خبراء دوليون ومتخصصون مركز اعتدال يتكون من ثلاثة مرتكزات أساسية تتألف من المرتكز الفكري الذي يعزز الجانب الشرعي والعقلي والمرتكز العالمي الذي يكمن دوره بتقديم مواد أعلامية تدعو إلى الانتماء والتعايش السلمي بالإضافة إلى المرتكز الرقمي الذي يقوم برصد وحباط الأنشطة الرقمية للفكر المتطرف ومن المهام التي يقوم بها المركز رصد النشاط الإعلامي والرقمي على مدار الساعة وتحرير ما تم رصده بكافة اللغات المختلفة والتفاعل من خلال برنامج المناصحة والإرشاد وتوجيه الفكر إلى ما يعزز الثقافة المنفتحة والإيجابية ترجمة نانسي قنقر